كان معايا من كام يوم كابتن طرق سلمان مدارب حراس مرمى الأهل السابق والمقابل العرب وشتغل كان موجود في أول مباراة لو تفتكروا لمنتخب مصر لما كان عصام الحضري عنده مشكلة كورونا تقريبا في كاس وقامة اللي فاتت وراح سافر كان موجود في أول مباراة اللي هي قدام المنتخب الناجيري مدارب حراس مرمى المنتخبنا الأول البطول اللي فاتت قال لي جملة أتصور كلنا بنقولها كلنا بنقولها كده كده محمد الشناوي هنا هنا الباقي هنا كده مع كام يوم الاحترام والله ليس تقليلا منهم بس أنا أكلمك على السبات في المستوى بكلمك على الاحتكاكات القوية الكبيرة بكلمك على الاستمرارية محمد الشناوي هو الحارس الأكثر سباتا في المستوى من 2018 حتى الآن في مصر الباقي بقى كله إيه هتشوف حالة تقلق لمحمد أبو جبل رائعة جدا وبعد كده تهدى هتشوف محمد صبحي حالة تقلق ويهدى هتشوف محمد بسامن حالة تقلق ويهدى أحمد الشناوي حالة تقلق ويهدى محدش عنده استمرار غير محمد الشناوي فلما تيجي تكلمني بقى الحراس اللي اختاروا من فيتوريا مش كله يا جماعة كله قريب من بعضه إلا محمد الشناوي كده كان الحاسة الأساسية أي حد بقى يختاروا بعد محمد الشناوي اختار سين ساد داد كلهم شبه بعض مش شبه بعض وعشرين شبه بعض حلوين بس كده كده في حتة بعد محمد الشناوي بكتير ده الواقع يا طيب شكراً لكم